الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنتكلم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء عن مكمل غزاء مهم جدا لمعظم الناس وهو يسمى جنسان هو اللي ظاهر قدامك دهواني والغريبة في الأمر اللي هو منتج رخيص والحمد لله يعني مش غالي يعني تقريبا سعر الكابسولة 40 إرش العلبة اللي انتوا شايفينها دهيانة كلها بـ 11 جنيه يعني هو منتج جميل جدا وهتشوفه بيعمل ايه جنسانة كابسول منتج طبيعي 100% لزيادة النشاط والقضاء على التعب يزيد من تتركيزك وقدرتك الزهنية يعمل على زيادة القوة الجنسية عند الرجال يعتبر آمن جدا لأنه مستخرج من جزور نبات البنكيسيل دواعي الاستخدام في حالات التشتت الزهن وضعف الزاكرة في حالات الفطور الضعف العام والإجهاد تنشيط وتجديد حيوية الجسم قواقع وعلاج للقلق والإجهاد العصبي حالات الاكتئاب والتوتر العصبي حالات المصاحبة لسن اليأس حماية وتجديد الخلايا في حالات تقدم السن حماية وتجديد خلايا وعضلات القلب تنشيط عملية التمثيل الغذائي تنشيط عملية التمثيل الغذائي مقوي جنسي يقلل الكولوسترول الجرعة وطريقة الاستخدام تناول من 1 ل 4 ميجيم يوميا من الجنسانجة لمدة 3 أسابيع ثم استأنف تناوله بعد أسبوع يعتبر آمنا وهو عشب غير سام لكن استخدامه لفترات طويلة تصل إلى 3 أشهر قد يكون غير مستحسن لأنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم والأراق يجب الحذر من تناول حبوب نبات الجنسانج في الحالات التالية يجب عدم أخذ نبات الجنسانج عما في جميع أشكالهم من قبل المرأة الحامل أو المرضى لا تتناول الجنسانج مع غيره من الأعشاب أو الأغذية التي تعمل على زيادة النشاط الزهني يجب عدم إعطاؤه وصرفه للأطفال وهم في السن قبل البلوغ لأنه بيزور الرغبة الجنسية يجب عدم تناول الشاي أو القهوة أو المركبات التي تحوي الكوفيين عموما مثل الكولة يتفاعل الجنسانج مع العديد من الأدوية وقد يؤثر على امتصاصه وطريقة عمله مما قد يسبب مشاكل جدية وخطيرة مثل دواء روفيليين وأدوية مرضى السكر والأنسلين وأدوية تنظيم دقات القلب وبعد أنواع أدوية علاج الاكتئاب والعالجات الهرمونية على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوعية القلبية أو الذين يعانون من انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول الجنسانجة يعني يا إخوانا أي حاجة تشتروها اسألوا صيدالي شاطر أو زي ما قلنا روح مستشفى حكومة بجنيه لما معكش تروح عيادة بس الموضوع دي مكمل غزاء ومفيد زي ما أنتم ما سمعتوا كده ما تنسوناش بقى بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته